أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية محمد عبداللطيف كتابا دوريا بشأن تنظيم إجراءات وأليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني كما نصى على أن هذا الكتاب الدوري يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزري رقم 162 والصادر بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ويلحق به كمرفق بالقرار وشدد كتاب الدوري على كافة العاملين المخاطبين بهذا كتاب الدوري لالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به